السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حابة يبنى في كل مكان حقيقة إلغاء أجازة السبت وتطبيق نظام الفترتين في المدارس خلال العام الدراسي الجديد انتشر يا شباب على السوشيال ميديا أن يوم السبت اتلغى وأن المدارس هتكون فترتين خلال العام الدراسي الجديد تعالى نشوف رد وزارة التربية والتعليم قال شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لم يصدر أي قرارات بشأن إلغاء أجازة السبت في المدارس وتطبيق نظام الفترة الصباحية والمسائية في المدارس خلال العام الدراسي الجديد إذن ما فيش قرار بالكلام ده وأضاف المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مقترح إلغاء أجازة السبت في المدارس وتطبيق نظام الفترة الصباحية والمسائية في المدارس خلال العام الدراسي الجديد يأتي ضمن مقترحات قدمتها بعض المدريات والإدارات التعليمية إلى وزير التربية والتعليم خلال لقاءاته وجوالاته التي يقوم بها بشكل شبه يومي في مختلف المحافظات إذن يا شباب دي كلها اقتراحات مفيش قرارات خالص تمام كده وعشار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة إلى أن هناك العديد من المقترحات الأخرى المقدمة من مختلف الإدارات التعليمية بما يتناسب مع طبيعة كل إدارة مشددا على أن جميع المقترحات ما زالت محل دراسة ولم يصدر وزير التربية والتعليم أي قرار رسمي بشأنها تمام يا شباب يبقى الموضوع ده ما هو إلا اقتراحات الغاء السبت وتطبيق نظام الفترتين في المدارس الموضوع ده كله اقتراحات ولم يصدر أي قرارات لا عن الوزير ولا عن الوزارة ولا عن أي حد خالص دي كلها اقتراحات يا شباب تابعوا القناة عشان تعرفوا كل جديد كان معكم أستر أحمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته